مرحبا بكم أخوة الكرام في روضة المؤمن رأى هشام بن عبد الملك سالما بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يطوف الكعبة فأراد أن يكرمه فقال سلني لأعطيك فقال سالما يا أمير المؤمنين إني أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل أحدا غير الله فلما انصرفا من الحج قال له هشام الآن خرجت من بيت الله فسلني لأعطيك فقال سالم إذا كنت لم أطلب الدنيا ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها وسبع الإمام الشافعي رحمه الله رجلا يتكلم في رجل فقال لأصحابه نزه أسماعكم عن استماع الخنى الخنى أخوة الكرام هو الكلام الفاحش إذا نزه أسماعكم عن استماع الخنى كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به فإن المستمع شريك القائل أي الذي يستمع إلى الكلام استأل فاحش عمدا فهو مثله مثل القائل يشاركه في الإثم والعياذ بالله ودخل أحد الزاهدين على هارون الرشيد فقال يا أمير المؤمنين إني واعظك ومشدد عليك فهل تقبل فقال أمير المؤمنين لا والله لا أقبل فقال أتنفر من الموعظة والتذكير بالله وأنت أمير المؤمنين قال كلا ولكن الله سبحانه وتعالى بعث من هو خير منك أي محمد عليه الصلاة والسلام إلى من هم شر مني أي إلى كفار قريش وصناديد قريش وقال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالتشدد وإنما الحكمة والموعظة الحسنة وقال الأصمعي بعث إلي هارون الرشيد فدخلت إليه فإذا صبية عندهم فقال الرشيد من هذه الصبية قلت لا أدري قال هذه نواسة بنت أمير المؤمنين فدعوت لها الأصمع يقول أنه دعا لها ودعا لأمير المؤمنين فقال هارون الرشيد نعم فقبل لرأسها فقلت في نفسي إن أطعته أدركته الغيرة فقتلني وإن عصيته قتلني بمعصيتي فوضعت كمي على رأسها وقبلت كمي فقال أي أمير المؤمنين والله يا أصمعي لو أخطأت لقتلتك وأمر لي بعشرة آلا في درهم ومن المواقف المضحكة والمك يا أخوة الكرام في نفس الوقت أن زيادون أبيه أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ أخا له ويعني سبحان الله هذا ديدن الظالمين عندما يريدون معاقبة أحد ولا يصلون أليه فيعاقبون أهله للأسه فقال إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك فقال الرجل أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي قال نعم قال فأني آتيك بكتاب من العزيز الرحيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام وقرأ الآيات التالية أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فقال زياد من أبيه خلوا سبيله هذا رجل لقنا حجته أرجو من الله تعالى أن يكون هذا الكلام نافعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته